مساء الخير بعد أعلانها عاصمة للأعلام نالت بيروت اليوم لقب عاصمة الشباب العربي وإلى أن تتأهل للقب الثالث كأول عاصمة بلا دولة فإن نواب حاكم المركزي الأربعة بنوا جمهورية أفلاطون على أساسات الفراغ وعمروا مدينتها الفاضلة على أرض من رمال متحركة وبطبخط بحص استمرت لأربع ساعات في لجنة الإدارة والعدل النيابية خرجوا بصفر نتيجة فشهود الزور الأربعة على أكبر كارثة حلت في تاريخ البلاد وحملت تواقعهم حازوا أدوار البطولة في مباراة التهرب من المسؤوليات وبضربة استباقية تقدم اليوم بخطة نقدية مالية تقوم مكوناتها على إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة العامة وإقرار الكابيتل كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية الودائع ورش الملح على الجرح بالتعاون بين مصرف لبنان والحكومة والبرلمان لضبط سوق الدولار ووضعوا الخطة على نار حامية فحددوا مهلة زمنية لتنفيذ هذه النقاط تنتهي صلاحيتها في شهر تشرين الثاني المقبل وبعض العصف الربعي أمام الحشد النيابي كانت الإطلال الأولى للوسيم المنصوري وبلغة محام الهواء ووسيط الفضاء قال للأعلام إنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة وخذوا الأسرار من السمسار فالمنصوري وثلاثية النوائب أباحوا لأنفسهم ما جرى تحريمه للحاكم وتقدموا بطلب استرحام من مجلس النواب على أفعالهم الجرمية وفعلوا أسليب الضغط فوق القبة البرلمانية بقانون يغطي بقاءهم في حال تعذر التعيين أو التمديد أما خطتهم المستخرجة من مفاعلات الأزمة فلا تساوي الحبر الإنجليزي الذي كتبت فيه فعن أي كابتل كنترول يتحدثون والقانون جرى وأده في مجلس النواب وحماية الودائع ليست سوى ذر للرماد في العيون أما الفجوة المالية فلا تعالج بسد الأفواه طيلة أعوام الأزمة وسياسة التخبط العشوائي تنطبق على أعلان حرب التحرير الثانية بتأخير 12 عاما والتي أطلقها رئيس التيار صهرا عن عام فستة أعوام من عهد كان فيه جبران بسيل وزيرا للخارجية في حكومة سعد الحريري وقبلها في حكومة تمام سلام لم تلتقت فيها مراصد أزمة النزوح السوري أي إشارات فوق البرتقالية عن تحرك التيار والعهد إن كان في الشارع والتهديد بفتح جبهة العودة حتى جلاء آخر نازح سوري أو حتى من دولة لدولة عبر فتح القنوات الرسمية مع الحكومة السورية حينها لم يكن بيدر بسيل يتناسب وأزمة النزوح واليوم يخوض المعركة ليحرف الأنظار عن الأزمة الأم والمتمثلة بالشغور الرئاسي ومتفرعاتها من الحاكمية إلى ما عداها من مؤسسات وعلى طريق القصر المهجور تحدثت مصادر الثناء الشيعي للجديد عن مروحة لقاءات وجولة اتصالات يجريها وسيط أمني قطري فوق العادة وبتنصيق مباشر مع أولياء الملف السعودية حصرا استهلها مع تكتل الاعتدال في مقر السفارة القطرية وأضافت المصادر أن الرئاسة في حال مراوحة بعد أن سقطت ورقة الحوار وأن المبادرة الفرنسية في حالة احتضار وتلفظ أنفاسها الأخيرة بانتظار صدور ورقة نعيها وتحديد موعد تقبل التعازي بها ترجمة نانسي قنقر